سياسة الأرض المحروقة هي ما اتبعتها قوات النظام السوري وروسيا في مدينة خانشيخون جنوبي محافظة إدلب للسيطرة عليها فبعد معارك وصفت بالعنيفة بين قوات المعارضة وقوات النظام مدعومة بميليشيات إيرانية وقوات روسية خاصة أوقعت عددا كبيرا من القتلى والجرحى بين الطرفين تمكن النظام إثر قصف جوي روسي مكثف غير مسبوق من السيطرة على خانشيخون مصادر ميدانية قالت إن المعارضة أجبرت على الانسحاب من المدينة تحت وطأة قصف لم يسبق له مثيل بالأسلحة المختلفة وأبرزها الفسفور الأبيض المحرم دوليا كما أن ميزان القوى مال لصالح قوات النظام والقوات الخاصة الروسية أمام إمكانيات المعارضة المحدودة المصادر أوضحت أن سيطرة النظام على مدينة خانشيخون ضيق الخناقة على مقاتلي المعارضة بريف حماس شمالي ما اضطرهم للانسحاب من مدن اللطامنة وكفرزيتا ومرك وقرى لطمين والحاية ومعركبة بعد تقدم النظام في المحور الشمالي من المدينة ووصوله إلى الطريق الدولية وفي حين أكدت عدة مصادر انسحاب فصائل المعارضة بشكل كامل من خانشيخون وريف حما باستثناء نقطة تلترعي أصدرت المعارضة بيانا ذكرت فيه أن مقاتليها انسحبوا من مدينة خانشيخون نحو الجنوب بعد تقدم النظام إثر اتباعه سياسة الأرض المحروقة وجاء في البيان أن الانسحاب كان خوفا من الوقوع في الحصار بعد وصول قوات النظام إلى الطريق الدولية تحت غطاء ناري مكثف من الطيران الروسي وبالرغم من سيطرة قوات النظام على خانشيخون يرى مراقبون أنه من المبكر جدا الحكم على مستقبل المنطقة نظرا لهشاشة هذه السيطرة التي تدعمها روسيا بكل طاقاتها كما يرى المراقبون أن قوات المعارضة يمكن أن تستجمع قواها وتنفذ هجمات معاكسة تغير فيها خارطة السيطرة من جديد ترجمة نانسي قنقر